حقيقة اسلام المغول تعتبر الجملة دي هي اكتر جملة مختلف عليها بين المؤرخين هل المغول فعلا اسلامه عن صدق واخلاص زي ما ذكر بعض المؤرخين ولا هم ادعوا الاسلام لكنهم كانوا بيبطنوا الكفر بداخلهم زي ما قال مؤرخين اخرين والمشكلة دي هتظهر بشكل واضح جدا مع قصة محمود غزان لان كان معاصر ليه شيخ الاسلام ابن تيمية اللي قابله وتكلم معاه وقابل اكابر دولته ودخل معسكره وشاف جنوده فاحنا مش بنتكلم عن عالم او مؤرخ معاصره بس بل اننا بنتكلم عن عالم اطلع على المعسكر المغولي نفسه من اصغر جندي الى رأس الدولة وقمة الهرم ولو انت شفت الحلقة اللي فاتت فانت اكيد هتقول ان غزان اسلم عن صدق واخلاص بل وحسن اسلامه كمان انما لو اطلعت على كلام ابن تيمية هتغير رأيك او على الاقل هتحتار خصوصا ان اسلام غزان عمل مشكلة فقهية لان غزان دخل في حروب مباشرة مع المماليك المسلمين فكانت الاشكالية اللي اثيرت في الوقت ده بن عامة الناس سؤال وهو كيف نقاطب غزان وجنوده مع دخولهم في الاسلام فيترى ايه حقيقة اسلام محمود غزان وايه كالرأي شيخ الاسلام ابن تيمية فيه وفي المغول اللي اسلامه معاه وهل كلام ابن تيمية المتداول عن المغول صحيح؟ ولا وضع في غير صياقه وفهم بطريقة مغيرة للحقيقة كل ده اكتر هنتناوله في حلقة النهاردة باذن الله والحلقة دي بالذات لازم تشوفها من بدايتها لنهايتها لان التفاصيل اللي فيها محتاجة تركيز وقراءة لما بين السطور بس قبل ما ندخل مع بعض في الموضوع ازاي تبقى من عشاء التاريخ ولسه الحد دلوقتي مش مشترك معانا على ارض التاريخ انزل اشترك بسرعة وفعل جرس التشارات شان تابع معانا كل جديد وانزل بسرعة ضمر زر اللايك وانت راجعك العادة عوز اكتيج براتك وقلمك وتركز معايا في اللي جاي انا عمد الدين وانت دلوقتي على ارض التاريخ تاريخستان اسلام محمود غزان كلمتك في الحلقة اللي فاتت عن قصة محمود غزان وازاي اعتنق الاسلام لكن ظل السؤال مطروح هل محمود غزان شيعي زي ما بيقول عنه البعض ولا سني وهل كان صادق فعلا في اسلامه ولا ادعى الاسلام ليكسب تأييد المسلمين عشان يوصل للحكم وايه رأي ابن ثايمية في كل ده غزان اسلام قبل جلوسه على عرش الدولة الإلخانية بشهور قليلة جدا سنة 694 هجريا وكان عمره وقتها 24 سنة واسلامه كان على ايد اتنين عرفوا بصلاح الحال الاول هو الامير نروز اللي قال عنه شمس الدين الذهبي كان دينا مسلما عالي الهمة حرص بغزان حتى اسلم وقال عنه شيخ الاسلام ابن ثايمية المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي دعى ملك المغول غزان الى الاسلام نروز اللي كان حريص كل الحرص على انه يرغب غزان في الدخول في الاسلام وده بشتى الطرق اما التاني بقى فهو الشيخ صدر الدين ابراهيم الجويني عرفوا ابن حجر العسقلاني بالشافع الصوفي وقال عنه كان دينا وقورا وعلى يده اسلم غزان وقال عنه نفس الكلام صلاح الدين الصفوي اما الذهبي فقال عنه شيخ الصوفية وفي موضع اخر قال شيخ خرسان مهيبا دينا صالحا وعلى يده اسلم غزان فغزان كان مسلم سني على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان واسلم على يد شيخ خرسان صدر الدين الجويني الشافع الصوفي بعد جهد كبير بزله معاه الامير نروز لاقناعه بالاسلام ولما اسلم غزان دخل معاه في الاسلام حوالي 100 الف من المغول واول الاجراءات اللي قام بيها لما جلس على عرش الدولة الالخانية انه اعلن ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة فبجلوس غزان على العرش تحولت الدولة اللي اسسها هولاكو خان من دولة وثنية كافرة الى دولة مسلمة موحدة وبنى المساجد وانشأ المدارس وداوم على العبادة مع جماعة من الائمة والمشايخ وكتب غزان في بدء الفرامنات والرسائل عبارة بسم الله الرحمن الرحيم وضربت العملة باسمه وكتب عليها اسماء الخلفاء الرشدين الاربعة وكان بيذكر اسماء الخلفاء الرشدين في خطبة الجمعة والعيدين وجميع المناسبات الاخرى في المساجد وكان بيتم الدعوة الغزان على المنابر بعد الخلفاء الرشدين وبنى مدرسة للمذهب الحنفي ومدرسة اخرى للمذهب الشافعي وبيقول ابن حجر العسقلاني عن اسلام غزان وكان يوم اسلامه يوم عظيم وفشى بذلك الاسلام في التطار وقال نفس الكلام تقريبا شمس الدين الزهبي وغيره من المؤرخين ولكن على الرغم من كده الا ان بعض المؤرخين والباحثين قالوا عنه انه تشيع وده انله هينقلنا بقى للسؤال التالي هل كان محمود غزان شيعي؟ عايز اقولك ان اول مرسوم مصدره محمود غزان بعد ما تولى حكم الدولة للخانية ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وامر بتخريب كل معابد البوزيين ودور الاصنام وغيرها في تبريز وبغداد وسائر بلاد المسلمين اللي تحت حكمه وصار طابع البلاط في العاصمة تبريز اسلامي فارسي بدل الطابع المغولي الوثني وده يعتبر نصر عظيم للإسلام والمسلمين بدخول دولة كاملة في الإسلام وهي الدولة الإلخانية اللي شاف منها المسلمين كتير من المظالم وعلى الرغم من طريقة تعامله مع غير المسلمين في دولته إلا انه تعامل مع الشيعة والروافد بنفس نهج من سبقوه وصار يكرم السادة من أئمة الشيعة وده اللي جعل بعض المؤرخين يقولوا انه كان غزان شيعي لكن حقيقة الأمر انه لم يكن شيعي ولم يتشيع بل ان دي كانت عادة اتبعها ممن سبقوه والسبب الآخر بقى اللي جعل بعض الناس تقول عنه انه شيعي أو رافضي بمعنى أدق هو الكلام الواضح لشيخ الإسلام بن تايمية لما قال عن المهول وقد أظهروا الرب ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين وذكروا عاليا وأظهروا الدعوة للاثنى عشر الذين تزعموا الرافضة أنهم أئمة معصومون وإن أبا بكر وعمر وعثمان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم وآلف موضع آخر والتطار فيهم من الخروج عن شريعة الإسلام أمور كثيرة حتى إن ملكهم قد أظهر الرفض وهنا لما تسمع كلام ابن تايمية هتتفاجئ لأن ده يعتبر عكس الكلام اللي أنا لسه إلهو لك من شوية واللي قلتهو لك كمان الحلقة اللي فاتت لكن المفاجأة بقى يا صديق العزيز إن الكلام ده ما قالوش ابن تايمية عن غزان أصلا بل قاله عن أخوه اللي تولى الحكم بعده وهو محمد خدابندر المعروف بقلجيتو خان اللي هنتكلم عنه في حلقة لوحده بإذن الله واللي بسببه قالف ابن تايمية كتابه الشهير من هاج السنة للرد على الروافض وبايام بطلان مذهبهم وعايز أقولك إن لا ابن تايمية ولا غيره من العلماء والمؤرخين المعاصرين أو حتى ملا حقوهم قالوا بإن غزان كان متشيع ورافضي إنما الكلام ده في رائي لم يظهر إلا بسبب فهم خاطئ لكلام ابن تايمية إن الكلام اللي قاله وذكرتهو لك من شوية عن غزان إنما حقيقة الأمر الكلام ده كان عن أخوه اللي تولى الحكم بعده وده ذكرتهو لك من شوية أو يكون بسبب معاملة غزان الحسن للشيعة في دولته وده زي ما وضح طلق إنه كان معتاد في دولة المغول أصلا فغزان لم يأتي بجديد في هذا الأمر بس هل معنى كده إن غزان حسن إسلامه؟ ده اللي هينقلنا بقى للسؤال التاني حقيقة إسلام محمود غزان هل غزان فعلا أسلم عن اقتناع وصدق وإخلاص؟ ولا ده كان مجرد تظاهر عشان يكسب تأييد المسلمين ليه لكي يصل للحكم؟ ده تساؤل لن تستطيع الجزم بيه إيجابا أو نفيا إلا إذا كان غزان نفسه صرح بكده أو حتى حد ثقة وقريب جدا منه صرح بده أو تكون أفعاله معبرة عن كده بشكل واضح جدا والموضوع برضو مش بالبساطة دي لكن ليه قواعد وأصول وخلينا نشوف الشواهد اللي ممكن تثبت أو تنفي هذا الكلام ونفكر مع بعض كده بصوت عالي ونحلل تلك الشواهد سواء الشاهد الأول تأييد المسلمين ليه؟ وده يعتبر أكتر شاهد تكرر ذكره من ناس كتير قوي وهو القول بإن غزان أسلم عشان يكسب دعم عموم المسلمين للوصول للعرش خصوصا أن المسلمين هم الأغلبية في الدولة للخنية واللي بيأكد الطرح ده أن غزان أعلن إسلامه وبعدها على طول مفيش كم شهر انقلب على بيضه وجلس مكانه على الحكم وده كان بمساعدة الأمير نروز اللي كان مسلم في الأساس لكن خليني أنقل معاك من الفرضية دي إلى الواقع الحقيقي المعروف عن تاريخ المغول وهو أن المغول من إم تحتاجه إلى المسلمين في الوصول للعرش؟ وهل المسلمين أصلا كانوا مؤثرين في مسألة مهمة زي كده؟ عايز أقولك أن أي قارئ لتاريخ تلك الفترة عارف أن المسلمين أساسا كانوا مستضعفين في دولة المغول الإلخانية على الرغم أنهم كانوا بيموثلوا الأغلبية من الشعب وزيدك من الشعر بيت أن اللي كان له كلمة وتأثير في الدولة هم الأقلية من النصارى واليهود والبوذيين وغيرهم فإسلام غزان كان فايدة للمسلمين مش العكس المغول الإلخانيين لم يدخلوا أفواجا بالألاف في الإسلام إلا بعد إسلام غزان أطبعا فيه أمراء كبار من المغول دخلوا الإسلام قبل غزان منهم بركة خان واحمد تكدار بن هلاكو وبعض الأمراء الآخرين زي الأمير نروز لكن إسلام غزان كان مختلف لأنه حول الدولة بأكملها للإسلام فكان إسلام غزان مش إسلام فردي بل جماعي فهو حول الدولة نفسها إلى دولة مسلمة الأمر اللي عاد على المسلمين بالنفع المسلمين اللي كانوا بيعانوا من الاضطهاد بقالهم سنين طويلة فالمسلمين انتفعوا من إسلام غزان بتحول الدولة الإلخانية إلى دولة مسلمة وليس العكس الشاهد الثاني كسب دعم الدول الإسلامية اللي ممكن يجعل غزان يدخل في الإسلام غير موضوع عامة المسلمين ده هو دولة أو دول إسلامية معينة هتدعمه وتقف في ظهره عشان يوصل للحكم بس بشرط إنه يدخل في الإسلام والسبب ده لما تفكر فيه هتلاقي إنه هو منطقي جدا وممكن يكون دافع قوي يخليه فعلا يدخل الإسلام لكن واقع الأمر هل في دولة إسلامية في ذلك الوقت سواء دولة المماليك بقى أو غيرها ساعدوا غزان في الوصول للحكم المفاجأة إنه لا برضه بالعكس ده غزان دخل مع دولة المماليك بعد كده في حروب طاحنة فبالتالي غزان لم يسلم كما يدعي البعض عشان يكسب دعم عامة الناس ولم يسلم أيضا عشان يكسب مساعدة الدول الإسلامية الأخرى في الوصول للحكم لإنه محدش من الدول الإسلامية اللي كانت موجودة في الوقت ده ساعدوا في كده أصلا وده اللي هينقلنا بقى للشاهد الثالث الشاهد الثالث حال دولة المغول بعد إسلام غزان الشخص الوحيد من المسلمين اللي كان دائم المساعدة لغزان ولو شأن وما كان مرموقة ودور مؤثر هو الأمير نروز الأمير نروز أحد أمراء التطار المسلمين وكان يعتبر من أهم الشخصيات المغولية في تلك الفترة لأنه كان بمثابة الزراع الأيمن لغزان من بداية حكمه الخرسان وحتى بعد اعتلاق عرش الدولة للخنية ونروز زي ما ذكرتلك من شوية أقوال العلماء والمؤرخين فيه واضحة جدا اللي قالوا عنه أنه كان دينا مسلما عالي الهمة بالإضافة لأن كان لي دور رئيسي في إسلام غزان الدور اللي كان واضح جدا وذكروا كل المؤرخين تقريبا فالأمير نروز كان بيحاول بشتى الطرق أنه يقنع غزان بالإسلام وتنوع في أسريبه في ذلك فمرة يقنعه من باب المصلحة ومرة تاني يرغبه في الثواب الآخرة وكانت آخر محاولاته هي الاستعانة بالشيخ صدر الدين الجويني عشان يقنع غزان بالإسلام غزان اللي بعد ما قابل الشيخ صدر الدين الجويني واتناقش معاه دخل في الإسلام ونطق الشهدتين وإحنا كنا حكينا تفاصيل وقصة إسلامه في الحلقة السابقة إنما لهمنا دلوقتي نشوف ونعرف إزاي كان الوضع لما أسلم غزان من منظور مختلف شوية ونشوف هل إسلامه كان إضافة وفايدة للمسلمين فعلا ولا كان وبال عليهم هل حاول أنه يغير من حال دولة المغول بعد إسلامه ولا كل شيء ظل على وضعه وكل ده هنفتش ورا ونحلله عشان نقدر نحدد هو كان مدعي للإسلام ويبطن الكفر زي ما بيقال عنه ولا كان صادق فعلا في إسلامه وسعى للإصلاح وتغيير مصار الدولة أول حاجة حصلت بعد إسلام غزان إنه دخل تقريبا كل القادة والأمراء بتوعه ومعظم جنده وعدد كبير من المغول في الدولة الإلخانية في الإسلام واللي قدر عددهم في كتير من المصادر بحوالي 100 ألف شخص مغولي ولما مسك الحكم بعد إسلامه بشهور قليلة أعلن إن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة فتحسن حال المسلمين اللي كانوا مضطهدين ومستضعفين على الرغم كونهم الأغلبية وفي المقابل اتخذ غزان إجراءات صارمة مع اليهود والنصار والبوزيين اللي كانوا بيكنوا العداء للمسلمين وكانوا سبب في الأذى الدائم للمسلمين في دولة المغول وبدأ غزان هنا بقى في استبدال كتير من القوانين المغولية الوثنية بقوانين من الشريعة الإسلامية عشان كده عرفت قوانينه بالياسة الغازانية والياسة أو الياسق هي مجموعة القوانين اللي وضعها جنجيس خان لتنظيم إمبراطوريته وأمر أبناءه بالالتزام بيها واللي كان فيها كتير من الأحكام الوثنية والمخالفة للشريعة الإسلامية وأحد الإجراءات المهمة اللي اتخذها غزان في بداية عهده إنه حطم كل الأصنام والمعابد البوزية وغيرها في دولته والإجراءات دي أشد بيها المؤرخين ودي بالمناسبة ما كانتش حاجة عادية بالنسبة لغزان ولو تفتكر معايا لما كلمتك عن نشقة غزان وطفولته قلتلك قدقي إنه هو كان متعصب للبوزية ومهتم بيها فمش من السهل إنه بكل بساطة كده يترك الدين اللي هو مهتم ومقتنع به لدين آخر إلا إذا كان الدين الآخر ده اقتنع فعلا إن الدين ده هو الدين الصحيح وده اللي أثبتته الأحداث والإجراءات اللي اتخذها في دولته وده اللي صرح به ابن تيمية نفسه في وصفه للمغول في تلك الفترة وقلب إنهم كانوا شارعين في الدخول في الإسلام مبتدئين في الإيمان والأمان والأمير نروز كان له دور كبير في كل الإجراءات دي واللي كان بيهدف إلى إقامة شرائع الإسلام في دولة مغول إيران وده تحقق منه بالفعل جزء كبير أما الهدف الثاني النروز فكان تحسين العلاقة بين دولة المغول الخنية في العراق وإيران ودولة المماليك في مصر والشام واللي لو استطاع تحقيق الهدفين دول هيحدث ذلك إصلاح جزري في دولة المغول ونروز أشد بيه بجهوده كل المؤرخين تقريبا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قال عنه وقتل المشركين وكسر الأصنام وألزم اليهود والنصارى الجزية والصغار وبسببه ظهر الإسلام في المغول وحتى هذه اللحظة مصار غزان ودولته واضح جدا للعلماء والعامة الناس لكن هتحصل حدثة تقلب المصار ده رأسا على عقد مقتل الأمير نروز الأمير نروز كان بيهدف إلى وحدة حقيقية وتغيير جزري في الدولة المغولية زي ما قلتلك وكان شايف إنه لن يحدث هذا التغيير إلا بإسلام المغول ثم التعاون والاتحاد مع الدول الإسلامية المجورة ضد أعداء الإسلام والمسلمين والهدف الأول استطاع بالفعل تحقيق جزء كبير منه بإسلام غزان وآلاف من مغول إيران بالإضافة لكتير من التغييرات في الدولة نفسها والقوانينها وهنا بدأ في محاولة تحقيق الهدف الثاني تحقيق التعاون بين المسلمين لكن للأسف لم يكتب لمشروع الإصلاح النجاح فاتهموا الوزير صدر الدين الزنجاني وزير غزان في الوقت ده بإن نروز بيتواصل مع سلطان المماليك في ذلك الوقت حسام الدين لجين فغضب غزان عليه جدا وأمر بقته وحاول نروز الهرب لكنه فشل وقتل سنة 696 هجريا قلت لغدرا واعتبر ابن تيمية شهيد بس عايز أقولك يا صديقي إن المشكلة هنا ما كانتش في مقتل أو استشهاد نروز بل في اللي حصل بعد مقتله ومين اللي استبد بمقاليد الدولة ومرافقد غزان بعد نروز إصلاح لم يكتمل بسبب خمسة من شرار القوم استشهاد نروز كان بمثابة هزة كبيرة في المشروع الإصلاحي في دولة المغول الخنية وده مش بس لإن النروز كان صاحب الجهد الرئيسي في الإصلاح ده بل كانت تكمن المشكلة في خمس أشخاص أحاطوا بغزان بعد مقتل نروز وكانت في إيديهم كتير من مفاصل الدولة الأول كان القائد العسكري قطلو شاه اللي قتل نروز وتولى منصبه وأصبح هو أمير الأمراء أما التاني فكان قائد عسكري آخر اسمه بولاي والتالك كان الوزير رشيد الدين الهمذاني اللي كان طبيب غزان ثم أصبح وزيره والرجل الأول في الدولة في عهده أما الشخص الرابع بقى فهو كان المرافق لرشيد الدين الهمذاني ومستشاره وهو الأصيل الطوصي ابن نصير الدين الطوصي واللي ما يعرفش مين هو نصير الدين الطوصي فهو اللي حرد هلاكه على اكتيح بغداد أما الشخص الخامس بقى فهو الوزير سعد الدين السوجي اللي كان أحد أسباب تبني ألجايته لعقيدة الروافض والجايته يبقى أخه غزان وهو اللي تولى الحكم بعده والخمسة دول إما كانوا روافض أو متأثرين بعقيدة الروافض وداعمين ليهم أو عندهم كوارث عقدية زي قطل وشا اللي كان بينحدر من ناس لجنكيس خان وكان بيعتقد أن جده جنكيس خان كان مسلم وأن كل من خرج من ذريته كانوا مسلمين ومن خرج على طاعتهم كان خارجي فتخيل لما يبقى غزان محض بكل دول بدلا من نروز غزان اللي كان حديث عهد بالإسلام والمغول اللي إسلامه معاه كانوا زيه برضو كلهم لسه لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ودا اللي صرح به ابن تيمية بالمناسبة في وصفه للمغول في تلك الفترة وقال بأنهم كانوا شارعين في الدخول في الإسلام مبتدئين في الإيمان والأمان غزان بعد إسلامه بدأ بالفعل في تعلم شرائع الإسلام والفرائض والصلوات وصام وأعرض عن أمور كتير تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومن ضمن المحاسن اللي تنسب له اللي ذكروا ابن الجزري وقال إن أهل مدينة نيصابور أعلنوا العصيان عليه لمدة أربع سنين إلا إنه استطاع قمع العصيان ده ولما سيطر على المدينة أمر قال لا يقتل منها أحد ولا يسبى منها لكن بعض جنوده لم يلتزموا بأمره فدخل المدينة وشاف أمير معاه امرأة تبكي فقال له ما هذا فرد عليه الأمير وقال له هذه من نصيبي فأخرج غزان سيفه وضرب عنقه وأمر المرأة بالدخول في الجامع فخاف الناس وتراجعوا عن تلك الأفعال لكن على الرغم من كده إلا إنه مازال برضو حديث عهد بالإسلام وإسلامه مازال هش على الرغم من أفعال كتير كويسة هو عملها ويكفي إن أقولك أحد المواقف اللي بتدل على كده فعلا إن إسلامه كان لسه هش لما يتمكن منه الإيمان وتوضح إن إسلامه لم يكتمل نضوجه بعد لما أسلم غزان وجلس على عرش الدولة للخانية استضاف نساء أبيه إلى نساءه ودي كانت من العادات المغولية لكنه كان مغرم جدا بزوجة أبيه بلغان ختون فلما أسلم قيل له إن الإسلام يفرق بينك وبينها إنه لا يجوز في دين الإسلام أن ينكح الرجل ما نكح أبيه من النساء تفتكر بقى يا تارى كان إيه موقف غزان ورد فعله تخيل كده شخص أجنبي من نيوزلندا مثلا وحديث عهد بالإسلام ومغرم بزوجة أبيه وعيش معاه معيشة الأزواج وساعتك جيت تقوله بعد ما أعلن إسلامه إن الوضع اللي هو فيه ده حرام باتفاق علماء المسلمين أظن إن فيه احتماله وممكن يكون كبير إن لو هو مغرم بها جدا فعلا ولسه الإيمان لما يتمكن من قلبه إنه هيرتد عن الدين وهو ده اللي غزان عمله بالفعل كان هيرتد عن الإسلام بسبب الأمر ده وطبعا مش معنى كده إني بقولك إنك لو شفت حد بيعمل حاجة تخالف الشرع والدين سواء كان مسلم أصلا ولا أسلم حديثا إنك لا تبين ذلك أو تنهى عن الأمر ده أو تبرر له هذا الفعل أنا بس بعرض لك الموقف ليس إلا فما تمسكش في المثال وتترك أصل الموضوع وأنا بوضح عشان أحيانا قد يفهم الكلام على غير المقصود منه المهم إن لما هم غزان على الردة بسبب الأمر ده أفتاه بعض العلماء بإن أبوه أراغون كان كافر أصلا وبلغان خاتون كانت معاه في سفاح والحرام غير محرم فقالوله بقى فبناء عليه فيجوز لك أن تنكحها فسر بذلك فرح بقى واتبسط وعقد نكاحه عليها وثبت على الإسلام وبيقول المؤرخ والعالم صلاح الدين الصفدي تعليقا على الموقف ده ولولا ذلك لا ارتد يعني لولا الفتوى دي لكان ارتد فعلا وبغض النظر عن صحة الفتوى من عدمها لكن كل ده يوضح لك ويؤكد إن غزان كان لسه الإيمان لم يتمكن منه على الرغم إنه كان بيحاول يتعلم ويتفقى في الدين ومقتل نروز للأسف غير مصار غزان ودولته بسبب بطانة السوق إلا أحاطت بغزان بعد مقتل نروز وهنا بقى بدأ الوضع يتغير تغير كبير جدا وده هيتضح وبشدة في تصرفات غزان وفي الإجراءات والقرارات اللي هيتخذها واللي بطبيعة الحال هتجد كلام مختلف لابن تايمية عن المصار اللي سلكوا غزان بعد مقتل نروز فيترها إيه اللي حصل وإيه المشاكل اللي حصلت نتيجة للبطانة الفاسدة اللي كانت بتحيط بغزان انحراف المصار البطانة السيئة اللي أحاطت بغزان حولت وغيرت مصاره لاتجاه تاني فقتله شاه اللي أصبح أمير الأمراء وكم من ناس لزنكيس خان زي ما قلتلك زين لغزان تعظيم جينكيس خان اللي هو أصلا معظم عند المغول ونشر فكرة إن جينكيس خان مسلم وده طبعا مخالف لكل الشواهد التاريخية لكنه نشر ده مش بس عند غزان بل بين عموم الناس في دولة المغول وده أدى لتلت كوارث التلت كوارث كانوا أسوأ من بعض الكرسى الأولى كانت محاولة الجمع بين دين الإسلام وتعظيم جدهم المشرك جينكيس خان وده تجلى وبوضوح لما غزان وصل الشام قال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم وجينكيس خان أما الكرسى التانية بقى هي عدم التزام المغول بأحكام الشريعة الإسلامية والاحتكام للياسة المغولية اللي وضعها جينكيس خان فغزان كان في حيرة من أمره يلتزم بالياسة ولا بأحكام الشريعة فحاول التوفيق بين الياسة وأحكام الشريعة الإسلامية فعرفت قوانينه بالياسة الغازانية وده اللي صرح به ابن تيمية في أكتر من موضع في مجموع الفتاوى وقال ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام طارة وتخالف أخرى وقال في موضع آخر وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافد ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين كياسة جينكيس خان ملك المشركين واحتكام المغول لياسة بعد إسلامهم لم ينفرد بذكره ابن تيمية بالمناسبة بل ذكروا كتير غيره من العلماء والمؤرخين زي صلاح الدين الصفدي اللي قال في ترجمته الغازان إن غازان كان فاهم أكتر الكلام اللي بيتقلب العربي لكنه ما كانش بيظهر إنه فهمه وده تعظما لأجل ياسة جينكيس خان ولما تولى الحكم اتخذ نفس طريق جينكيس خان وأقام لياسة المغولية حتى رشيد الدين الهمزاني نفسه لما ذكر المحاكمات اللي أجراها غازان لأمراء المغول المنهزمين بعد معركة شقحب سنة 702 هجريا ذكر إنها تمت وفقا للياسة المغولية ونفزت بناء عليها أحكام الإعدام في عدد من الأمراء أما الكارسة التالتة بقى اللي ترتبت على كل ده هي عدم التزام المغول بإقامة الفرائج اللي لا يعذر أحد بجحد وجبها زي الحج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وده اللي صرح به ابن تيمية وقاله بوضوح إن كان فيهم من يصلي ويصوم لكنه ليس الغالب عليهم إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة كل ده أدى في النهاية للكارسة الرابعة وهي قتالهم للمسلمين فدخل غازان في حروب مباشرة مع الممليك والمشكلة ما كانتش بس في حرب غازان للمسلمين ولكن كانت المشكلة إن غازان كان يعتقد إنه هو الأولى بحمل راية الإسلام وتكلم ابن تيمية عن حرب المغول وقال إن أحد المشاكل اللي كانت عند المغول في الوقت ده إن كان بالنسبة لهم كل من قاتل على دولة المغول عزموه أقروه إن كان كافرا عدو لله ورسوله أما كل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين بالإضافة لكده إن هم لا يجاهدون الكفار وكلام ابن تيمية كتير في السياق ده وإنت ممكن تشوف إن كلامه يعني قاسي نوعا ما وكتير من الناس بتقص كلام ابن تيمية من سياقه وتفسره بغير معناه لرمي الشبهات عليه وعلى الإسلام نفسه ولكن ابن تيمية كان واضح جدا وقال كلام جيد جدا عن الفترة الأولى لإسلام غزان لأنه كان في طريقه للإسلام الصحيح لكن بعد اختلال الوضع وانحراف غزان عن الطريق فعدم التزامه بالشرع والدين واحتكامه للياسة المغولية تغير كلام ابن تيمية بتغير الحال فما فيش تعارض ما بين الكلام اللي قاله ابن تيمية في بداية إسلام المغول وما بين الكلام اللي قاله بعد كده ولكن المشكلة في اللي بياخد جزء من الكلام ويضعه في غير صياقه من غير حتى ما يفهم الصياق التاريخي للاحداث كان عامل ازاي وهي دي اللي جعلت يبقى فيه بلبلة وجدل حول اسلام محمود غزان والخلاصة يا صديق العزيز ان غزان ايا كانت نيته في الدخول في الاسلام فالثابت ان المسلمين استفدوا جدا من اسلامه وابسط استفادة هي ان اضطهاد المسلمين في اراضي الدولة الالخانية توقف واصبحت الدولة الالخانية نفسها دولة مسلمة موحدة ودخل عشرات الالاف من المغول في الاسلام بعد اسلام غزان مباشرة والعوامل السياسية في اسلام غزان انا بالمناسبة مش بنكرها لكني شايف ان مستحيل انها تكون السبب الوحيد او حتى الاساسي بل انها اما تكون مش من ضمن اسباب اسلامه اصلا او تكون احد الاسباب وفي بداية اسلام غزان كان ماشي في الطريق السليم بالفعل بمعاونة الامير نروز لكن بعد مقتل نروز تبدل حال غزان اللي كان لسه حديث عهد بالاسلام وما كانش تمكن الامام من قلبه فانساق مع بطانة السوق وتحول مصاره لمصار اخر وبدل ما يتعاون مع المسلمين ويحاربوا اعداء الاسلام والمسلمين دخل في حروب مع دولة المماليك بس يا ترى ايه كانت تفاصيل حروبه ضد دولة المماليك المسلمة وليه قامت الحروب دي اصلا ما بينهم في حين ان المنطقي اللي اتنين يتعاونوا مع بعض زي ما حاول قبل كده احمد القدار لما اسلم وزي بركة خان هو كمان اش معنى غزان اللي سالك مسلك مختلف ده اللي هنعرفه بقى بالتفصيل في الحلقة الجاية بإذن الله وكمان هنعرف وهنتكلم كتير عن دور العالم الجليل شيخ الاسلام ابن تيمية في تلك الحروب ورأيه ايه فيها ومدى تأثيره على الاحداث ومعدنا دلوقتي مع سؤال الحلقة يا ترى بعد كل اللي انت عرفته عن قصة محمود غزان ايه الخطأ الرئيسي اللي وقع فيه وكان المفروض يعمل ايه عشان ما يقعش في الخطأ ده منتظر اجاباتكم بشغف في التعليقات تحت وفي النهاية كالعادة ازاي تكون منعشاء التاريخ ولسه الحد دلوقتي مش مشترك معانا على ارض التاريخ انزل اشترك بسرعة ودعمنا بلايك وفعل الجرس اشترك دايما معانا في كل جديد وتدر دلوقتي دعمنا في نشر التاريخ الصحيح والرد على شبهات تاريخ الاسلامي على وجه الخصوص من خلال الانتساب لقناة والروابط المثبتة في اول تعليق ما تنساش تبص بص على المصادر اشوفكم على خير في الحلقة الجاية على ارض التاريخ تاريخ استان السلام عليكم اشتركوا في القناة